بعد أن تكاملنا عن الخلايا الدم الحمر في العالة الأولى وذكرنا أمراضها وأشكالها والتي هي أصلها بأريثرو بلاست وبرولي كروماتيك أريثرو بلاست وتمره عند مراحل حتى تصبح خلايا الدم حمر ناضجة الآن ننتقل إلى النوع الآخر من الخلايا الدم التي يسمى بالخلايا الدم البيض وهي تنقسم إلى ميلو بلاست والإنفو بلاست والمونو بلاست بالنسبة للميلو بلاست يتم تميزها عن الليمفو بلاست والمونو بلاست هي تكون محببة أو تسمى بالقرانيولوسايت أما الليمفو بلاست والمونو بلاست فتكون غير محببة أو أقرانيولوسايت وكلها الجيلين من هذه الخلايا وفي الأخير المحاصلة النهائية هي النيتروفيل والإيزينوفيل والبيزوفيل والمونو سايت والليمفو سايت تعتبر خلايا دفاعية أو خلايا مناعية إحمد جسم من الكائنات الغريبة وأخيرا سوف نطرق إلى الميغا كاريو بلاس وميغا كاريوسايت وبالأخير وصلنا إلى ثرومبوسايت أو البلايتلت أي صفاء الدموية التي تتخيل في عملية حل الدموي وتكوين الخطرة الآن لدينا القانيولوسايت وتشمل الخلايا الدم البيض المحببة وهذه تنقسم إلى هذه الخلايا هي النيتروفيل والبيزوفيل والإزينوفيل أي الخلايا الحمضة والقعدة والمتعادلة أما القانيولوسايت فهي الخلايا الدم البيض الغري محببة وتشمله بفوسايت والمونوسايت إن من الخصاص خلايا الدم البيض المحببة أو الجانيولوسايت تكون النواة فيها مفصصة أما تكون بشكل حرف C أو U أو S أو أشكال محتلفة ما تكون النواة مركزية الموقع أو طرفية والمعادة الكروماتين أي المعادة النورية تكون ذات لون بالنفس جي خشن والمعادة الكروماتين الداخلية تكون مشكلة عناقيد أو متكدسة بالنسبة للنيتروفيل هذه هي الصورة الخلية النيتروفيل تكون مميزات خلية النيتروفيل أو خلية دم البيضة الحمضة ذات سايتوب لازم أحمر إلى بنفس جي قام في هذه الصورة وغالباً ما تكون أو تحتوي على عدة فصوص النواة فيها من ثلاثة إلى أربعة أما الإيزينوفيل فيمكن تفريقها عن النيتروفيل هي وجود السايتوب لازم يكون لون كريمي أو أبيض وفيه كذلك الحبيبات تكون لونها بوتقالي أما البيزوفيل فتكون الحبيبات والسايتوب لازم لون بنفس جي إلى أسود وعادة ما تضغي الحبيبات على النواة فتكون النواة شبه مرئية وظيفة خلية النيتروفيل هي تصدي للفضريات والبكترية إذ تكتهمها وظيفة الإيزينوفيل فهي ضد الطفريليات فتفوز بعض المواد السامة أو المواد الكاميرية التي تقضي على الطفريليات أما وظيفة البيزوفيل فهي وظيفة فرط التحسس أو الحساسية إذ في حالة الألرجيك أو ما تسمى ب إذ تفرز مادة الهستامين هذه مادة الهستامين تقوم بتوسيع الأوعية الدموية فتزيد من تلفق الدم إلى المنطقة المعينة المنطقة التي فيها التهاب ما إذ هذا يعزز الدخول الخلايا المناعية وبعض المواد الكيميائية المناعية التي تعزز الدفاع المناعي ومن هذا القبيل أي خلايا الدم البيض الغير محببة وفيها كذلك نوعين من الخلايا هي خلايا الليمفوسايت والمونوسايت خلايا الليمفوسايت كذلك تنقسم بفاصلتين خلايا التيليمفوسايت وخلايا البيليمفوسايت أو ما تسمى عندما تتميز إلى بلازما سيلز أن التيليمفوسايت هي بمثابة خلايا مناعية تتعرف على بعض الخلايا الغريبة وتقوم باستحداث أو حث خلايا أخرى من فصيلة تليليمفوسايت التي تسمى بلساتو توكسيكليمفوسايت تفرز مادة جينية بداخلها هذه المادة تحرض الخلية على الموت المبرمج وتقتلها أو نوع ثاني من الخلايا هو البيليمفوسايت أو بلازما سيلز يفرز ما يسمى بالمستددات المناعية المستددات المناعية هي عبارة عن بوتينات دقيقة جدا ترتبط بأجسام الغريبة كالفيروسات والبكترية وبعض الأحيان المنشارية الغريبة كذلك حتى بعض الخلايا الغريبة أو خلايا دم الحمر عندما لا تطابق فصال الدم وترتبط بهذه الخلية أما تحفز الخلايا البلعامية على التهامها أو التهام هذا الجسم أو تحفز بعض البروتينيات الأخرى أو المكملات على إحداث ثغرة في الخلية أو في الجسم هذا مما ياد إلى قتله أو إخراج محتوياته أو قد يكون كذلك يبطل وظيفته وهذه ما نسمى بلاسما سيلز عندما تتمايز أن الفرق بين بلاسما سيلز أو البيه للمفوسات والتيلمفوسات في الحجم هو كما نرى إذا أن حجم البيه للمفوسات أكبر نوعا ما بين التيلمفوسات أما الخواص أو ميزات الليمفوسات بشكل عام هي تكون نواة كروية أو بيضوية أو مهدبة وتشغل معظم حجم الخلية السايتب لازم يكون ذات لون الزرق باهت وغالبا ما يكون عديم أو لا يظهر أحيانا بسبب كبر حجم النواة بالنسبة إلى الخلية قد تحتوي كذلك على فجوات بعض الحبيبات تظهر في خلايا البيلمفوسات كونها تكون الأسام المناعية فتظهر فيها بعض العضيات مثل شبكة البلازمية الأمساء والخشنة أما بالنسبة للخلايا التيلمفوسات فغالبا ما تحتوي على حبيبات النوع الآخر من الخلايا اللاحبيبية هي المونوسات وهذه عندما تجري في الدم أما عندما تنتقل إلى الأنسجة تسمى ما يعرف بالماكروفيج وهي خلايا بالعمية أو التهامية تشبه لاحظ كبير النيتروفيل في الخلايا الحبيبية ولكن هذه غالبا ما تتكون في الطور الكرونيك أي المزمن أو الأمراض المزمنة فأولا خط الدفاع الأول في الخلايا هي خلايا النيتروفيل النيتروفيل تبقى مودة معينة ثم يأتي بعدها كدعامة أو كساندة أخرى هي خلايا المونوسايت أو الماكروفيج وتكون أكبر من خلايا النيتروفيل ومن خصائصها كذلك هي أن السايتو بلازم يكون ذا لون أزرق إلى رمادي وغالبا ما تظهر شكل زجاجي بسبب كثرة العبيبات الدقيقة كذلك غالبا ما تحتوي على سيدو بودز أي لقص الأقدام الكاذبة تشبه حركة أميبية بعدها هذه تحيط بالخلية أو الجسيم الغريب وتتهمه كذلك قد تحتوي على بعض الفجوات السامة أو الفجوات التي يدخل الجسم الغريب في داخلها وتفوز عليه بعض المواد السامة التي تقتره يكمن فرق البسيط بين المونوسايت والنتروفيل هي كلاهما خلايا بالعامية لكن النتروفيل في الطور الحاط أو الأكيوت بينما المونوسايت في الطور المعدي أو في الطور المزمن أو الكرونيك ولكن كلاهما خلايا بالعامية ميجا كاريوت سايت وهي خلايا كبيرة الحجم التي توجد في النخاء العظم والتي تكون أو تولد الصفاعة الدموية المهمة في عملية تكوين الخطرة لقطع النزيف الميجا كاريوت سايت تحتوي على العديد من الأنوية إذ يصل العدد الأنوية حتى ثلاثين فص في النواة أو في الأنوية تنمو خلايا أو عفوا الميجا كاريوت سايت عن طريق انقسام النواة ولكن ليس انقسام السايتوبلازم أو رشاء الخلية مما يعطي العديد من الكوموسومات أو ما يسمى بالبول بلويدي وفي النهاية وفي المحاصلة تتشضى هذه الخلية إلى عدد أجزاء صغيرة هذه أجزاء الصغيرة مكونة البليتلت إذ تعطي الخلية الواحدة حتى مئة صفحة دموية لتخرج إلى الدم أو في مجرى الدم الصفاعة الدموية كما قلناها فهي شظايا الخلية الميجا كاريوت سايت ووظيفتها هي عمل خطرة لقطع النزيف الدموي وهي غالبا ما تكون صغيرة جدا إذ يصعب رؤيتها إلا عند تقريب 100x هذه الصورة متشارية توضح ما يسمى بظهرة السايتلايتزم طبعا مواصفة الصفحة الدموية هي تكون ذات لون بنفسجي غالبا ما نادرا ما توجد في نخاء العظم ولكنها توجد في مجرى الدم حوالي 7 إلى 25 صفحة دموية لكل مجالوية في المنشار أو فيض هناك بعض الصفحة الدموية التي تكون شبكية وهذا بسبب وجود أو أنها لا زالت فتية أو أنها تحتوي عديد من الحامض النووي ظهرت السايتلايتزم كما نشاهد هنا تجمع الصفحة الدموية حولا النيتروفيل هو عند وضع عين الدم في تيوب الـ EDTA وهو النوع الخاص من عوام التخثر لإغراض أمراض الدم أو لإغراض فحصة أو قياس نسبة صفحات الدموية أو على دخلها الدم بشكل عام بأن هذا المحلول قد يكشف بعض العامل الانتجين أو المعرف المضاد الذي يتفاعل معه أو يتعرف عليه المستضد المناعي أو الانتبادي فيرتبط به وكذلك يحفز خلية النيتروفيل على التهامه أو الاقتراب من هذه الصفحة الدموية المثبتة بالانتبادي فتتكون لنا هذه الظاهرة إذ تلال تسق بخلية دم من نتروفيل عبيضة فيعطيها هذا الشكل وكأنها زهرة هذه ظاهرة ساتيلايتزم أما ظاهرة التجمع على شكل العنقية فيتحدث كذلك عند جمع العينة بـ حيث تتفاعل الصفائح الدموية وتتجمع بسبب أن الصفائح الدموية أو عفواً يكشف بعض المستضدات أو ما يعرف بالمعرف الخاص بالمستضدات الذي يتفاعل مع الانتبادي أو المستضدات المناعية في السيروم فتحفز الصفائح الدموية وتتجمع مكونة كتلة